شكراً سيد الوزير حقاً في إطار التشاركية بغين الممتلين دي الشعب هما يكونوا في هاد المفاوضات سيد الوزير مدام أن المهنيين دي الصيادة وكذلك المصنعين هما اللي كانت تفاوضوا معهم وهذا الشي جاء سيد الوزير تماند الأدوية على إطار التقرير اللي كان صدروا البرلمان سنة 2009 وهذا هما التداعية دياله اللي كان حمل المسؤولية للدولة وكذلك للمصنعين واللي كانت ضحايا دياله هما المواطن اللي كانت تمنت المغرب هم بين الدول اللي أغلى في العالم في بعض الأدوية وكذلك الصناديق ديال التغطية الصحية للآن توازن ديالها المالي مهدد ثم الصيادة اللي هدرت عليهم سيد الوزير وكذلك الميزانية ديال البلاد لأن هذه عملة صعبة تخرج الدول أخرى اللي تصنع هذه المواد هدوهما الضحايا خفتوا 320 دول ولكن باش نعطيكم هذا سبيل المثال الكنوبس كيقول بأنه غري يخسر في سنة 2013 80 مليون ديال الدرهم على عاد شتعة تخفيضات ديال الأدوية الآن نطالبكم سيد الوزير أنكم في هذه المفاوضات تحافظوا على أولا المواطن المغربي لأن المصنعين والصيادلة عندهم الهيئات والنقابات اللي كيدفعوا لهم مواطن المغربي احنا بغينا اللي يدفع عليه هذا هو الهدف اللول الهدف الثاني لأنه القدرة الشرائية وتغطية صحية ما كيناش تغطية صحية شاملة الهدف الثاني هو الصيدالي بغيناكم باش فرقوش جوش هذا الميل فعله جوش ما يكونش تعويضات ديال الصيدالي عندها علاقة بالتمان ديال الأدوية وإلا إلاخده هو ذاك البرسونتاج منه كلما نخفضه بالتمان إلا غرينا أطرع عليه وهو غرينا بحر واحد الفرمالة لهذه القضية الهدف الثالث وهما الصناديق ديال تأمين لما خاصناش لحتنا هما خاصنان نحافظو عليهم ثم الصناعة الصيدالية الوطنية اللي خاصناش جعوها بالمناسبة هذاك شي اللي الدار في طنجة التوقيع ديال البرنامج الهدف اللي الدار أمام صاحب الجلالة فهذاك شي ديال الصناعة اللي كان دارته الوزارة ديال الصناعة والتكنولوجيا هذاك شي جميل وإحنا نبغيه باش يكون تغطية ديال الاكتفاء الداتي ديال الوطن وكذلك نصدره باش نشوف هذه المشاكين ديال العجز التجاري شكرا سيد وزي